أكد سعادة السيد علي بن محمد الرمحي وزير الإعلام أهمية الشراكة الأخوية التاريخية الوثيقة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وما تشهده من تقدم ونماء على جميع الأصعدة في ظل حرص حضرته صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخيفة عاهل البلاد المفدة أيد الله ورعاه وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ألنهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على تنميتها وتطويرها بما يعود بالخير والازدهار على الشعبين الشقيقين نعم وأشهد سعادة وزير الإعلام في تصريح لوكالة أنباء الإمارات بالزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد الرئيس مجلس الوزراء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة هذا اليوم ولقائه بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات الشقيقة وما نتجت عن هذه الزيارة من اتفاقات تسهم في الدفع بعلاقات البلدين الشقيقين نحو آفاق أرحب من التكامل والتنسيق في مختلف المجالات تأكيدا على عمق أواصر المحبة والإخاء بين البلدين وما أثبتته المواقف المشتركة على مر التاريخ من وحدة الهدف والمصير سيرا على نهج الآباء والأجداد وامتدادا لأجيال المستقبل بإذن الله وأشدد سعادة وزير الإعلام على أن التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بالإضافة إلى برنامج تنفيذي بين البلدين الشقيقين خلال الزيارة يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي ويدعم أولويات وبرامج خطة التعافي الاقتصادي في البلدين ويوثق التعاون الأخوي في مجالات التعليم العالي والتدريب والعمل والتجارة والنقل وتبادل الفرص الاستثمارية والاستثمار في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في قطاعي النفط والغاز والأمن السبراني والصحة وتغير المناخ وغيرها من القطاعات بما يؤكد العزم المشترك لدى قيادتي البلدين الشقيقين على تعزيز الجهود الوطنية وتسخيرها لخدمة البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة ترجمة نانسي قنقر